هذا الأسبوع هيكون عندنا أحداث كتير زي ما كلمنا على منتدى شباب العالم لكن كمان من يوم الثلاث حنبقى مرتبطين جدا بالكورة لأنه كاس الأمم الأفريقية حيبدأ وطبعا تعرفين المصريين ده مفضل بالنسبة لهم جدا وإن إحنا حنبدأ بقى نروح ونلعب والبطولة اللي حتستمر لحد شهر فبراير مصر بتلعب يوم الثلاث وأول مباراة حتكون مع نيجيريا في المجموعة بتاعتها غينيا بيسا والسودان نيجيريا وأول مباراة مع نيجيريا حاجات تفاصيل كتيرة جدا أنا سعيدة لأنه ضيفي في الستوديو الحقيقة ضيف لعب في سنة 98 وطبعا كان مع كابتن جوهري وكان مميز جدا هل إحنا عندنا نفس التمييز نفس الأمال والأحلام الكابتن عبدالسطر صبري وحفتح معاه صندوق للذكريات الفراعنة في أدغال أفريقيا تعالوا كده نبدأ لأنه ساعات قليلة ويبدأ كأس الأمم الأفريقية زي ما قلتلكم ونروح الكاميرون ويا رب تكون فعلا يعني جهود كده نشوف هتوصل لإيه مساء الخير يا كابتن منواري سنور ربنا خليك أنا موصول جدا أنا موجود معك يعني يعني أنا يعني كده يعني شايف 98 وأولا أنت لعبت طبعا في البرتغال وكدت نجم وفي 98 نجم في كاس الأمم الأفريقية كلمني كده أنت شايف البطولة اللي احنا رحين لها أولا الأخبار بتقول رحين بكرونا كتير فناس كتير موجودة في مصر وناس كتير هتروح كلمني كده رأيك شايف إيه لا أصلا البطولة الأمم الأفريقية دي لها لها عامل تاني خالص يعني بطولة مهمة جدا بالنسبة للأفارقة إزاي كاس الأمم الربية هنا عندنا احنا كاس الأمم الأفريقية كاس الأمم الأفريقية دي كل اللعبة أصلا الأفارقة بتبقى إيه مميزة في البطولة دي بشكل كبير جدا وكلهم نفسهم اللعبوا إيه للبطولة البطولة دي تسويها أكبر فيها سماسر كتير قوي فيها ناس اللعبة كلها عايزة تروح البطولة دي سماسر أنه ممكن حد يتنى سراء وفرصة وجوده أهم مثلا من لعبة في أوروبا بالضبط هو يلعب مثلا في أوروبا مثلا لما يروح الأمم الأفريقية دي ممكن تسويه أكتر ممكن يروح عندها أكتر كبيرة أو أعلى من خلال البطولة ممكن يعمل البطول مميزة جدا يقول لك لا حتى كمان في تصنيفه أنه اللعب يروح ممكن يبقى يوصل ليحسى اللعبة في أفريقيا برضو من خلال البطولة طب أنت سنة 96 كنت برضو هي السبب في أن أنت لما روحت هناك أنك تحترف برا بالضبط يعني هي كان مشاهلو عليك في التسايف أن هي كنت متوقعها وقتها عشان كده بولك البطولة دي بطولة مهمة جدا إيه للمعظم اللعبة الأفاركة يعني أنا بالنسبالي كانت أول بطولة لها كانت 96 في كنف جانس بيركي كانت أول بطولة أنها لعبها المنتخب مصف وأول بطولة ألعب في أم أفريقيا من خلال البطولة دي بعد البطولة روحت على طول نادي إيه في نادي ترول نمساوي وكان معك كابتن حزن المان كمانا كان حزن احترف برا وفيها لعبة كتير قوي في مدحد وفيها أحمد حسن وفيه أمارة يعني كل اللعيبة احترفت من خلال البطولة فإذا بنتفق هي بطولة مهمة عشان كده مهمة جدا طيب إحنا دلوقتي عندنا محمد صلاح وعندنا تريزيجي وفيه كمان سد يوماني سافر كل اللعيبة كل اللعيبة عندنا أسماء كبيرة أول بطولة يعني تبص يعني إيه مثلا في الدورة الإنجليزية حوالي 18 لعب أو أكتر من 18 لعب يعني بيقولوا 18 أو 20 لعب إنهم راحوا من الدورة الإنجليزية غير بقى ليه لندها التانية في إيطاليا وفي ألمانيا في أسبانيا كل اللعيبة راحت في البطولة يعني هتلاقي كمية لعبة محترفة غير عداية في البطولة أم أفراكية دي أم أفراكية دي بإيه إن هي بتعلل المنتخب بشكل كبير جدا بيخليه هو ليه ليه كيان في العالم في الدولة في الدولي في الاتحاد الدولي كبانا عايزة أقول لك حاجة بصراحة إحنا أولا كبان عندنا بيبقى عندنا كابتن بقى يعني بيبقى عندنا برضو كريم رمزي اللي بيجي بعد الهوس مسمعيش يا كريم إحنا النهاردة يعني حننخلص على الفقرة دي الجمهور المصري الآن يعني أنا ما بتابع الجرائد وأنا على فكرة بقيت أحب الكورة مؤخرا لإن كورونا غيرت فيها إن أنا أحب الكورة أصلا إنها جميلة وحاجات حلوة ولكن الجمهور المصري الآن قوي ليه ألقانين إحنا من اللعيبة ألقانين من الكورونا اللي خلت ناسي يعني النهاردة مثلا عندك اللي بيدرب الحراس كابتن حضري مش هيسافر فاضطروا يجيبوا طبعا مدرب آخر ومدربين آخرين يعني فيه مشاكل في الكورونا عندنا مثلا ناس ألقانا برضو بإنه كيروش مش متطمنين حينزل مين ويعمل إيه ويفجئهم بالتشكيل إنت شايف إيه لا من أحد الكورونا الأول هي طبعا على المنتخبات كلها فيه ناس عندها الدول كلها فيه عندهم كورونا فيه لعبة عند مميزين برضو عندهم كورونا بس أنا أكلمك بقى على منتخب مصر منتخب مصر في الأمة الأفريقية لا مش ألقان عليه منتخب مصر طول المنتخبات اللي حم نلعبها في البطولة الأمة الأفريقية نحن نوصل للمربع المربع دب خلينا نعملها أرقام مش ألقان عليه لي لا مش ألقان واحد دين تلاتة إيه السبب لا مش ألقان أول حاجة أن منتخب مصر أي بطولة مجمعة أي بطولة مجمعة فيها تركيز أكتر فيها الاهتمام أكتر اللي يبقى منتخب مصر بيحس بيعلم المسؤولية يبقى حماس أكتر وضع كروش وإنت كمان يعني عارف البرتغاليين عيشت شوية ونعبت وضعه إيه حيبقى في لا كروش حيعمل إيه لا يفاجئنا مثلا بحاجة كويسة لا مش هفاجئنا بس هو إيه كروش لما حصل كاس البطولة العربية اللي فادت لما حصل فيه نقط كتير أو كلام عليه هو ابتدت تركيز يبقى أكتر دلوقتي خلاص حس إن شعب المصري الأمة مفريقية دي إيه الأمل إن هو عايز يرجع إيه بشكل كويس قوي كروش يعيد كل حساباته بعد البطولة بعد اللي فادت بعد البطولة العربية خلاص شاف اللعبة كلها بشكل كبير جدا جير كده إن اللعبة المحترفة بقت معاه اللعبة المحترفة محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح كيمة كبيرة جدا معنا وليش يعني حاجة كبيرة إن هو إيه بيخلي دلوقتي محمد صلاح موجود مع منتخب مصر ونني ودريزيجي بيبقى خلاص منتخب بيبقى رجع بشكل قوي جدا عشان كده كروش هيبتدي بقى حتة هيقسم بالزابط بالنسبة للمنتخب مصر بالنسبة للتغييرات بالنسبة للتشكيل توكعوتك لمباراة نيجيريا من حس التشكيل تقريبا نيجيريا دي اللي هي المباراة اللي هو أحيدة المصر منتخب المصر منتخب مصر مباراة منتخب نيجيريا مع منتخب نيجيريا هي المباراة المهمة لمنتخم مصر البداية هي اللي بدي دينا قوة لنحن نعدي للمرحلة التانية مباراة نجيريا دي هي دي بروفة كويسة جدا ممكن نجيريا تلعب معنا في الملحب بتاع كاس العالم يعني ممكن نقع مع نجيريا في الملحب بتاع تصفية كاس العالم عشان كده ان شاء الله منتخم مصر ماتش المتخم نجيريا منتخم مصر هو فعلا جدير وحتى كمان الروح ان انا شايفها من خلال التدريبات قبل ما يسافروا المتخم مصر ومحمد صلاح مع اللعبة مع كل اللعبة الموجودة في روح جديدة اول المتخم مصر ان شاء الله احنا نعمل حاجة كويسة مع الناجير وجودنا في المجموعة دي هل ده اهم ماتش لان عندنا غينيا بيسا والسودان ها دي اهم مباراة طبعا مباراة الاولى هي البديدة قوة هي بتخوف المتخبات من خلال المباراة الاولى يعني انت لو كسبت المباراة الاولى بيقولوا منتخب مصر لا قوي منتخب قوي ممكن لا يوصل للهضار النهائية هي بتديصورة لكل المنتخبات عشان كده ان شاء الله المباراة الاولى هي اللي بتدينا قوة ان شاء الله ان احنا نركز فيها وباللعابها دي بهادئة جدا اول ما نعدي المباراة الاولى دي تلاقي منتخب مصر ابتدأ ايه يعلى واحدة واحدة هو ايه دايما منتخب مصر بيعلق على ايه على المراحل على طول بس المباراة اللي نعدي منها إن شاء الله بشكل قوي يبتدى الأمور إيه كيروش عمل تصريحات وقال لك أنا يعني مش يعني مش هيقدم كده وعود بإنه ممكن الكاس يبقى المصر وده بيرجعنا لتصريحات كابتن جوهري وقتها هل ده علشان ناس ما تقلقش وهل ده علشان هو مش واثق يعني قال التصريح كيروش قاله في البطولة العربية أنا جاي عشان حقق البطولة العربية يعني لا الأمور بختلفت خالص يعني هو رجع غيرت التصريح قال لك أنا مش مواعد من شعب المصر إنه أخد البطولة يعني لو تشوف التصريح عشان كده الكروش هو زاكي جدا في الحتة دي يعني هو يبتدى يهد الأمور بشكل كويس حتى اللعبة ما باش عليها ضغوط جميل جدا نحن الفطولة دي مهمة جدا نحن ركز فيها هو بيكلم مع الصحافة مع الشعب المصر بطريقة وبتكلم مع اللعبة بطريقة تانية خالص أنا متأكد متأكد إنه إحنا جايين يعني هو بيلاعب الجمهور من خلال الصحافة من خلال شوية تصريحات بالزابط كده ده شغل برتغاني يعني من كدر مع شرتهم بالزابط كده يعني عشان كده بقى على اللعبة لا إحنا جايين هناخد البطولة جايين بشكل قوي جايين لازم نلعب بشكل مميز جدا لازم إحنا بجادرين إحنا جايين ناخد البطولة ده بيتكلم معي فقط اللبس مع اللعبة بشكل قوي جدا مع الناس بيقلق يعني تقصد هنا كابتن عبدالسطار إنه بيتكلم مع اللعبة بشكل وأمال إحنا هناخد الكاس إحنا هنعمل كذا ولكن بيخاف من الوعود فبيقلل بيقلل الفرص ويقولك أنا لا قاعد بالكاس بالزبط أنا بكلمك لعيب كورا كنت لعيب كورا كان بيحصل معي بنفس إيه الحوار ونفس الأحاديث اللي بتحصل بإيه نفس الحوارات يعني كابتن جوهري أنا أبديك كور كتير أنا عارب بالزبط كابتن جوهري كان مثلا يقول للصحافة أو يقول للناس والإعلام أنا أخد المركز الثلاثتاشر في البطولة فاكرة الثلاثتانية وتسعين أنا جاي البطولة راح البطولة دي أنا أخد المركز الثلاثتاشر بس بيتكلم معنا لا وتشوفي لا حاجة تاني خالص أنا النهاردة أنا جاي البطولة دي عشان أخد البطولة لازم أرجع بالبطولة لازم أرجع بالكاس كل واحد فيكم لازم يحط السيناريو المطش الأولاني عندنا مهم جدا عشان نبص ناخد الكاس ونرجع بالكاس تلك كلام اللي إيه كابتن جوهري كما أنا أحرجعك لـ 98 كابتن جوهري في كاس الأمم الأفريقية كان بيقولك ما ترقصش جامد لا بس أنا صح كان كان بيقول كده فعلا لا ما كانش بيقولي كده بيقولي بس إيه حاجة إيه إن أنت في الترقيس نقل الوقت المناسب إن أنت إيه ترقص فيه بشكل قوي جدا بس أنا أقولك عن نفسي عن عبدالسطار صبري الناس عرفت عبدالسطار صبري من خلال الترقيس لو أنا مرقصش ما أنا أسأل حاجة عندي أنا عبدالسطار صبري بتاع الترقيس أنا ترقيس الكورة يعني يعني أنا الناس عرفتني بالترقيس أنا أرقص أنا أسأل حاجة عندي أنا ممكن أبص الكورة بس الناس لما تلاقيين أن أنا لمسوا اللعب أن أنا مبرقص هيقول علينا النهاردة ان انا عمسطار ما كانش ايه بسورة كويسة قوي بس الناس عرفت عمسطار سبب برقص عشان كاننا لازم رقص الكابت الجوهري كمان جابني في المنتخب عشان انا برقص طيب وانا بشوف صور معاك كده بس دي صور يعني عامة بشكل عام مين من اللعيبة في مصري فيهم الروح والمروغة والطرئيس بتاعك يعني انا بحب انا بحب الشيكابالا الصراحة شيكابالا اه شيكابالا احس ان هو قريب مني في طريقته في ستايل بتاعه اه شيكابالا مش في المنتخب اصلا اه مش في المنتخب في الزمالك اه في الزمالك بس انا بحب يحس ان هو قريب مني نفس الستايل نفس الايه حتى اشوال زي طريقته زي في الترئيسات قريب مني شوية كل واحد اه بس هو قريب يعني هو الوحيد اللي انا شايفه ايه مميز يعني بشكل كبير او زي اما اللعيبة فيه لعبة كتير او مميزة فيه لعبة طب عدد اللعيبة اللي بيرقصوا في المنتخب قليلين ولا معوني؟ لا قليلين مين؟ مين شايفه هو؟ يعني لا أنا مش شايف حتى يعني بيرقص بشكل قوي جداً لما صراح بيعدي يرقص كده شوية في ليفر بول بتحس إيه؟ صراح بيرقص ويعدي من أول اللي تقول رحضي ده جون صراح هو ميز إيه في ثلاث خشبات بيرقص بشكل كويس بس إيه؟ عنده الحت اللي هو بيحط القرى جوه جون بشكل كبير جداً بس إحنا كان نظام نحن عندنا إحنا ما نعدي من واحد واثنين وثلاثة ما فيش مشاكل إحنا بلعب اللعب دلوقت إيه؟ اللعب المنتخب ممكن يعني يعدي واحد بالعافية لما يعدي من واحد ده أما حدت بقى إيه؟ يعني بس حد الصلاح لما شفته فالما كان من ريفربول ابتدى تطور ابتدى أبقى حاجة جمدة جداً بقى بيعدي مقيم بيعدي من واحد واثنين وثلاثة دي خليت عارفو أنت تتكلم أنا افتكرت إيه؟ افتكرت بقى المعلق وعبدالسطار حازم إمام يعني كان فيه دويته كده في المنتخب كبير لا أنا كنت أنا وحازم ده ما بقاش موجود في المنتخب يعني أنا وحازم كنا أصلا فيه ده واحدة على طول مع بعض من منتخب الشباب المنتخب اللي لهم منتخب الأول كنت أنا وحازم نعمل ايه منرسم سنايرو النفسينا كده في القوضة مع بعض ان احنا نعمل انا رقص ازاي هنبتدي الرقص اول طريق ستبقى ازاي والسنايرو ده كان بيوافق عليه كابتن جوهر لا محدش يعرفه خالص انتو الاتنين مع بعض منعمل كده نازلين كده مع بعض طب حل حصل عملته حاجة وجي كابتن قالوكو ايه لنا خلاكو تعمله كده لا يعني فيه ماتش بتاع اللي احنا طرطنا فيه كان فيه مشكلة بالنسبة لنا ماتش كان السعودية وطرطنا الظلم يعني احنا الاتنين مع بعض كانت كاس القرات يعني كانت الامور كانت صعبة بالنسبة لكابتن جوهر وحتى هو قال لنا قبل الماتش قال لنا خلي بالكم انتو الاتنين بالزاد الناس كلها ايه بتكلم عليكم انتو الاتنين انتو الاتنين يبقى المشكلة عليكم اه اوقعوا ان نرفزوا فيكم يبقى نيء انهتر مشاركة لا ما مفيش نرفزوا بس حسد الامور ان الحاكم جاي علينا انا وحازم بس انا بقولك انا حتة الترعيصات يعني احنا برأس انا وحازم حتى كانت كابتن جوهر من خلال ان هو غير الطريقة بشكل كبير جدا ان احنا ايه يخلينا انا وحازم ايه تحت ايه تحت كابتن حسام حسن أما المنتخب دلوقتي بيلعب ترام مميزة الدنيا تغيرت في الكرة كتير تريد في اللعب تغيرت كتير جدا ده التكنيك ولا ده السرعات 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 والقوة والالتحام بشكل قوي جدا وقوة البدنية بيتباع عليها جدا دي تغيرت إحنا كنا منعواطب حتة المراوغة حتة المهارة نحن منعدي من أول والتاني وتالي منلعب إيه من حتة يبقى فيه اختراقات أكتر أما دلوقتي فيه سرعات كتيرا محمد صلاح يعني ما شاء الله يعني إيه عنده سرعات بشكل كويس جدا ممكن من بعد نص الملعب يعدي نقوم ممكن يروح يجيب جون بسرعاته دي نزيجيه نفس العملية تب خليني خليني أقولي المشاهدين حاجة رونالدو يعني قال إنه عبدالسطر صبري مسأله الأعلى صح ولا لا؟ دي حقيقة دي حقيقة اه دي حقيقة يعني قال عليه في الوقت ده أنا ساعت폰�نا كنت بالعب في بنفيكا كنت يعني بنفيكا دي حاجة في بورتغال وكريستيانو كان بالعب في سبورتنج اللي شوفونا يعني زي بيقولوا الديربي زي الأهل والزمالي كانا في مصر يبقى كان بنفيكا وسبورتنج أنا كنت بالعب ماتش جدا ضد سبورتنج كان ماتش مهم جدا في ملعب ألفالاتو وكان ملعب سبورتنج كريستيانو كان عادي حتى كان عادي 18 سنة من خلال الماتش ده في ملعب سبورتينج بعد الماتش بقى بيعملوا بقى ساعتها اندرفيو وكان ساعتها منشاستن نويدت جايه يتلاعب سبورتينج لجبونة عشان ياخده كريسيانو مولدو بس بيسأله بقى كريسيانو بعد الماتش يعني ان نفسك تبقى زي مين زي جيكز ولا بيكام ولا فيجو ولا بيكام الانجليزي ولا بيكو ولا كنتونة يعني اللعبة المميزة جدا في العالم في منشاستن نويدت أو في البرتغال قال لهم لا كل لعبة كويسة جدا محباها جدا بس النفس ابي صبري صبري ده من نسبالي حاجة كبيرة حاجة مميزة جدا صبري ده يعني انا شايف هو الصورة هو ايه في البرتغال ونفسها بزايه كده طريق حتى كان معظم الوقت كنت على طوبة روح له انجلترا لانما كان ابلع في منشاستر وانا في منفيك كنت بات عبوا يعني دي حاجة حلوة شفت ازاي نظرته لما لعب لما الماتش التاريخي التاريخ انجلترا دلوقتي اللي كان طبعا ما بين اللي كان رونالدو وصلاح شفت ازاي نظرته لصلاح لما صلاح كسر التاريخ يعني هو من نوعية لكريسينو انه هو عنيك جدا وبيحب هو اي برقم واحد وده عنده طموح جامد جدا لما شاف الحاجة الحاكة قوية قدامه حاكة يعني بشكل قوى جدا كانتش متخيلة ان صلاح حامل وبعدين فيه ثقة من محمد صلاح واقف في ثقة مش بيبصله يعني قوة صلاح ان هو مش بيبصله اي حاجة التانية بيبصله ان هو ايه الان منه وخاف منه كريسينو انه مش من النوعية دي لما ده وصل صلاح لصورة دي خلى ايه كريسينو فيه احترام لمحمد صلاح وده حاجة كبيرة بالنسبة لنا لمحمد صلاح أنه يوصل الصورة دي سعدي يقولوا أن القصار القامة في كرة القدم أمهر من طوال القامة مرادونا والقصار هم الأكثر ترئيس مرادونا كفية مرادونا مرادونا ده حاجة فوق الوصف يعني مرادونا ده كان سهر جدا كان أحسن لها في العالم أنا شايفه سطورة كان يعني بلعب يعني بالنسبة للدوري الإيطالي هو خد الدوري الإيطالي نابولي راح نابولي خد الدوري وخد الكاس وخد الشمس لي يعني حاجة فوق الوصف ده الوحده مرادونا نفس العملية عشان كده أقول لك يعني لا القصيرين معظمهم بمهارين أكتر يبقى عندهم مهار أكتر حتى لو تلاحظ ميسي 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 نفس العملية قصير طبعا فالقصير بيلعب أكتر الكلام في الكرة بصراحة بديع وجميل إيه الكلمة الأخيرة اللي تقولها ليه منتخب مصر ربنا أفهم طبعا وإن شاء الله يعني إن شاء الله نرجع بالبطولة وهم يعني عارفين وحاسين بالمسؤولية كل اللعيب دلوقتي حاس بالمسؤولية حاسين شايفين الشعب المصري إن هو مستنيهم بشكل قوي جدا إن هو يرجعوا بالكاس وأنا بقول للعيبة إن شاء الله البداية مهمة جدا نركز في البداية والمباراة إن شاء الله نكسبها مع منتخب ناجيريا وهي اللي تدينها تفع كويسة جدا وربنا وفاهم إن شاء الله بإذن الله يا رب أنا بشكرك جدا يا كابتن توقعات فيه توقعات توقعات إحنا هنعدي كم؟ خلينا نتوقع أنا وإنت لا لا إحنا نوصل لإن شاء الله لا أنا نعدي إن شاء الله بإذن الله هنعدي إيه يعني 20-0-3-0 ناجيريا لا ناجيريا إحنا هنكسب هنكسب 1-0 مين اللي هجيب جون محمد صلاح إن شاء الله بإذن الله حمد صلاح مميز مميز جدا محمد صلاح بيعرف في جيب جون محمد صلاح عنده كمان حدد إن هم اللعبة كمان اللعبة المنتخم مين التشكيلة اللي تتمنى؟ التشكيلة هو يعني معروفة يعني كواجد ناظري يعني محمد الشناوي من أولا وهيلعب حجازي والوينش وهيلعب فتوح ناحية الشمال وأقرم توفيه ناحية اليمين هيلعب ثلاثة ونص الملعب هيلعب عمر السلية والنيني وحمد فتحي يلعب ناحية الشمال ترزيجي ومصطفة محمد ومحمد صلاح خلاص كده المباراة جزت جزت على إن إحنا نلعب الحقيقة بشكرك يعني بشكرك جدا وبتمنى بجد أنا سعيدة قوي يعني بيك وسعيدة إن إحنا نشوف دايما أبطالنا كده ورموزنا وإن شاء الله مستبشرة بيك خير يعني بجد يعني حققت حلم في 98 إحنا مش بعيد إن إحنا نحقق أحلام كثير بشكرك جدا يعني كابتن عبدالسطر صبري شكرا أن ورتنا في التسع شكرا بعد الفاصل تفاصيل كتيرة بيعيشها مبنى مسبيرو المبنى ده مبنى مهمة قوي مهمة قوي المبنى ده يعني مش مهمة بس المصر ده كان مهمة كمان للعالم العربي لما العاملين في مسبيرو بيحبوا مبنىهم وبيتعبوا وبيشتغلوا وبيستحملوا حاجات كتير جدا بس أحيانا بيكون عندهم حاجات كتير أمال وأحلام عايزين يطلعوا بالإعلام لقدام عايزين يحققوا أحلام وعايزين حاجات كتير جدا بنستعرض كمان في الفقرة التالية لأنها فقرة مهمة خطوات جدة جدا خطوات كمان قدمها مسبيرو وخطوات قدمتها الهيئة الوطنية للإعلام علشان كمان تقفز بمسبيرو وتقفز بالإعلام قفزة مختلفة إلى الريادة لأنه هو ده كان مكان مسبيرو من استوديو عشرة أنا حيشرفني أني أستقبل بعد قليل في حوار من القلب ونتطمن على أهل مسبيرو وأيضا على العاملين وهو يطمننا أكتر الأستاذ حسين زين في ضيافة التاسعة بعد قليل رئيس الهيئة الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر